بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكون مع مقرر ثاني ما داناميكس أنت في البيد ميكانيكس الوحدة الثانية اللي عنوانها Pure Substance في هذه الحصة أو المحاضرة سوف نعطي آخر محاضرة في الشابتر 2 اللي عنوانه Pure Substance أو المادة النقية فقط قبل ما نبدأ المحاضرة هذه أود أعطاء تلخيص عام تقريباً لما درسناه في الشابتر 2 طيب بدأنا أول شيء بإعطاء تعريف Pure Substance أو المادة النقية ثم بعد ذلك تم إعطاء كل ما هو تنقل بين Phases يعني تنقل بين Solid, Liquid, Gas أو الطريق العكسي أيضاً بعد تعريف بهذا الأمر عرضنا مجموعة كيرفات كل كيرف يهتم بالPressure, Temperature أو Variation of Pressure, Temperature, Variation of Temperature, Volume و أيضاً Variation of Pressure, Volume قلنا أنه 3 بارامتر هادم دائماً متداخلين مع بعض وخاصة بالنسبة للPure Substance أيضاً تم استعمال هادم الكربات ليش؟ لدراسة خاصيات أو مجموعة خاصيات الماء لما درسنا الجدول أيضاً في الجدول هذا عرضنا أنه لما نثبت الضغط ونبحث على درجة حرارة الإشباع أو لما كنا عندي ضغط فعادة كنا عندي درجة حرارة إشباع خاصة به فإذا تم سؤالي أو طرح المسألة على أنه نفس هذا الضغط لكن درجة حرارة المعطى تختلف عن درجة حرارة الإشباع فيجزمني نقارن درجة حرارة الإشباع بدرجة حرارة هذه لنشوف خاصية الماء هل هو سائل أو خليط أو بخار فقلنا عن ثبوت الضغط لما نقارن درجة حرارة الإشباع بدرجة حرارة المعطى إذا كانت درجة حرارة المعطى أكبر من درجة حرارة الإشباع فهذا يعني أنه نستغل في الـ paper أو super-hated paper قلنا أيضاً لما درست حرارة تساوي درست حرارة المعطى تساوي درست حرارة الإشباع فهذا يعني أنه نستغل في saturated water الشيء الثالث لما درست حرارة المعطى تكون أقل من درست حرارة الإشباع عند نفس الضغط الطبيعي جداً فهنا نتحدث على compressive liquid الباب الثاني لما يكون عندي درست حرارة ويكون عندي ضغط المعطى فعادةً لو ثبت درست الحرارة وقارنت الضغط المعطى أو الضغط المعطى بضغط الإشباع فيمكن استخلاص هذا الأمر إذا كان الضغط المعطى يكون أقل من ضغط الإشباع فهذا يعني أنه نستغل في super-hated paper إذا كان الضغط يساوي ضغط الإشباع فإن هذا نستغل في saturated water وإذا كان الضغط المعطى أكبر من ضغط الإشباع فإني نستغل في compressive liquid كلمة compressive liquid أيضاً قلنا إنها تساوي sub-cooled liquid ويمكن للكلمتين هذن إنه يلخص الأمر ويعني ما يتركون لنا مجال إنه نخطو إن شاء الله فكلمة compressive liquid يعني لما يكون الضغط أعلى فإني نتحدث على liquid sub-cooled liquid أو السائل المبرد فلما يكون درازة الحرارة أقل من درازة حرارة الإشباع فنتحدث على liquid والعكس صحيح بالنسبة ببخار الماء بعدين تم دراسة ideal gas أو الغاز المثالي قلنا إنه ال ideal gas تم استخلاص القانون حقته بعد ما تم عرف ثلاثة قوانين أخرى وهو قانون Charles قانون Boyle and قانون Avogadro قلنا إنه الثلاثة قوانين هذن ربطة pressure, temperature, volume and number of mol تم استخلاص قانون واحد يشمل four parameters وهو ideal gas low والذي قلنا يساوي pressure في الفوليوم يساوي number of mol في كنسن اللي سميناها RU في temperature القانون هذا تم سيابته أو كتابته على ثلاثة أو أربع أوجه باستعمال density باستعمال specific volume استعمال هذا القانون تم عندما درسنا بعد ذلك تعريف الأنثلبي وتعريف specific heat أو heat capacity at constant pressure and constant volume وشفنا أيضا إنه في علاقة بين specific heat at constant pressure and constant volume اللي هي cp minus cp is equal R and cp over cp is equal gamma أيضا بعد ذلك حاولنا إنه نشوفوا المجموعة القوانين هذن يعني تعريف specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume to determine أو لاستخلاص variation of internal energy and variation of total energy فالحصة هذه إن شاء الله فقط سوف أعطي المعطيات أو المعادلات اللي راح نستعملها لما يكون عندي reversible closed system process كنا قد عرضنا إنه war يساوي pdV فإذا طبيعي جدا when there are no significant changes in kinetic and potential energy the energy balance can be written variation of heat minus variation of war is equal variation of total energy هنا بالطبع نحكي على closed system فما في هنا energy اللي تجينا من mass flow بما أنه ما عندي أيضا kineric or potential energy total energy is equal only to variation of internal energy هنا فقط نحب الله أنه هنا نحكي على inexact differential وهنا نحكي على exact differential using equation 3.26 and 3.33 the heat can be deduced by the equation variation of heat is equal to cvdT plus pdV لما نحط إنه الوارك يساوي pdV المعادلة هادهم يتم استعمالهم متى؟ لما يكون عندي ideal gas أيضا عندي mechanical reversible process أيضا لما يكون عندي system closed أو closed system that means no mass transfer مع surroundings هنا إن كنت خلصت الشابتر 2 بعد إعطاء لمحة موجزة على ما عرضنا خلال الشابتر 2 أتمنى إنه ما يكون عندكم سؤال وإذا أي في سؤال يعني تقدروا التواصل معي خلال الحصة أو أي طريق التواصل بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر